شكرا جزيلا بس شوي عندي تصحيح على الأرقام فضلا نحن ما مسحنا 800 كيلومتر مربع نحن مسحنا 160 كيلومتر مربع حتى لا للبرنامج سجل 160 وما طهرنا 400 كيلومتر مربع يعني مساحة كبيرة التطهير كان 400 ألف متر مربع الحقيقة نقول نحن تأثير على المواطن وعلى كذا ومو فقط اليورانيوم المنظم يعني اليورانيوم المنظم ما ينتقل للزرع ولا ينتقل للهواء بأول ضربة خلال ساعتين يصير تشضي باليورانيوم المنظم أو أي قذيفة هذه صح إذا استنشقها الإنسان ممكن أن يتعرض إلى يعني اليورانيوم المنظم إذا تبتعد عنه مليمتر واحد مليمترين ما يأثر عليك إلا إذا سقط في جسم الإنسان بس ممكن اعتباره هو كمادة ثقيلة يعني مادة سامة إذا ما ينتقل هو لا إلى الهواء ولا إلى الزرع الشيء المهم الأخوان اللي يعرفوه أنه إنتذا تتعرض للنشاط الإشعائي ممكن تحتاج إلى أفد وقت كبير ووقت طويل لو تتعرض إلى اليورانيوم المنظم اليورانيوم المنظم ما أعتقد يسويه يسبب وفياته وإنما يجوز كمادة سامة النظائر الأخرى اللي موجودة هنا ولهذا إحنا من رحنا انطهر البصرة ما كان عندنا تصور أنه فقط اليورانيوم هو المنظم وإحنا شفنا نشاط إشعاعي عالي نشاط الإشعاعي عالي يزدر من مصادر كثيرة ولذلك إحنا سحبنا عينات وسوينا تحليلات وأجرينا قياسات هذا حتى نعرف شن هو النظير اللي رح نتعامله هذا رقم واحد رقم ثنيا أنا سمعت أحد الأخوان يحكي على على النور على الصناعة النفطية أخوان هذه يعني ما أدر الله خلق النظائر المشعة والهاي بالأرض موجودة هاي وبجسمك أيضا هي موجودة نشاط موجودة كميات كبيرة يمكن من المواد المشعة أخوان الفوتاسيوم هذي يمكن الشخص الرياضي بركضة ما أدر مئتين متر رح تتولد عنده كمية بس يفقتها وراء مدة معينة فيمكن المسألة اللي إحنا رح إن شاء الله نخلص عليها ونبيل العراق كله خلال يعني إن شاء الله ست تشرب أو سبع تشرب هذا الجود الذي يحكي يحتاج العراق دعم دولي يحتاج العراق دعم دولي دكتور في هذا المجال أنا جايك مو هذا هسا جايك يعني أنا قلت لك أنه إجاء فريق دولي سنتين كشف له مساحة ألفين متر مربع ألفين وخمسمائة متر مربع وانت سمعت الأخ عقيل قال لك إحنا طهرنا أربعمئة ألف أربعمئة ألف متر مربع يعني شوفها يكمر أكثر من الكذا بجهود عراقية النقطة هم يعني يمكن الأخوان اللي ذكروها دائما يعتمدون على المعايير الدولية إحنا عدنا معايير وطنية وشكلت لجنة أنا شنت رئيسة بألفين وتسعة ووضعنا معايير وطنية فإحنا أيضا من النظر فإن نعمل على معاييرنا الوطنية لأن المعايير الوطنية تعتمد على التربة العراقية فعلي تربتك أنت يعني المعايير Здесь ظاهر هذا الكلام معاييرنا الوطنية ليس تختلف عن المعايير الدولية لا بس المعايير الدولية بها خصوصية زين العراق ما يحتاج الدكتور حامد معناها العراق ما يحتاج شيء من المجتمع الدولي في هذا المجال العراق مو فقط ما يحتاج كان قبل مدة رئيس هيئة الطاقة الذرية قال أتمنى أنه التجربة العراقية تعمم التجربة العراقية يعني إحنا أصبحنا مصدر مو إحنا نحتاج لكن نحتاج أجهزة نعم نحتاج معدات نعم نحتاج هذه القضايا اللوجستية أما كخبرة أو كذا لا مأمن